موسيقى السلام عليكم و الحمد الله و معكم سيراي و المقطع اللي لكل ينتظره و اللي صراحة ما كنت رد يسويه لان تقدر تقوله مخصص يعني مو الكل يقدر يستفيد منه مقطع اليوم بنشوفه كيف نسوي سريش او مطل الشاشة وبالتخصيص للعبين بي سي و اللي عندهم بطاقات فيديو نفيديو طيب لو انك لعب كونسول او انك تلعب على كمبيوتر ببطاقات غير بطاقة نفيديو وتريد تسوي سريش بتكلم عن هالشي في اخر المقطع و اول شي ترى هذي مو مقدمة لحد يقول لي طولت حشان تبدأ و ثانيا هذا مو كمبيوتري لان لو كمبيوتري ما بتلاقوه هذي اللعب هنا المهم ايش هي فايدة للسريش او شي هو من الاساس للسريش يعني مطل الشاشة يعني شاشك اللي تلعب فيها فورتنايت تصير اعرض كأنها تنمط طيب ايش الفايدة من السريش في فايدة واحدة مؤكدة منها وهو انك اذا سويته فرايماتك رح تزيد كل ما زت السريش هذي شي اكيد طيب بالنسبة الاشياء الثانية الايام والبناء والادث هالشي يفرق من اللاعب الاخر مطل الشاشة ما بيخليك لعيب ابدا انسى هالشي بس ممكن يساعدك في ناس بالشكل طبيعي ما يناسبهم حجم شاشة فورتنايت طبيعية ويحسوا ان مطل الشاشة يناسبهم اكثر ويحسن من ايامهم وغيرها بس حطت بالك ان الستريش بيخرب شكل اللعبة ويخرب لغرافيك يعني المنظر ما بيكون حل معظمكم بس لسويتها رح تتعود في الاخير طيب اضم طولنا خلونا نشوف كيف نسوي الستريش رقم واحد واوى شي روح للبحث اللي في الزاوية اللي صارت تحت واكتب نسبة مئوية نسبة مئوية بكتب لك كل شي في الوصف اف لو حسيت انك تضعت روح اقرار الوصف مع ان كل شي بيكون سهل بطلع لك هذا الملف وبعدها على طول اضغط على up data هنا عشان يوديك الملف الرئيسي وبعدها اختار local وبتطلع لك البرامج اللي عندك وليدك تدور على fortnite game بتلاقيها مع حرف F روح لملف saved الوحيد وبعدها على طول روح على config وفي الاخير windows client او نسخة windows هنا عاد انت وعد ذاتك ايانا بتطلع لك ملفات كثير او ملف واحد المهم لازم تلاقي هذا اللي هو game user settings اضغط كلاك يمين واختار edit او تعديل او لا تخافوا كله سهل كله واضح انزل شوي شوي ودور على المكان اللي فيه طول الشاشة وعرض الشاشة الرقم بيعتمد على شاشتك وغالبا بتكون 1920 والثاني 1080 من هنا تقدر تغير الرقم للي تريد انت وبنسبة للstretch فلا تغير الطول اللي هو 1080 لازم تغير العرض بس اللي هو 1920 على حسب اللي بتختار انت المهم وكل ما قللت الرقم كل ما زاد للstretch اكثر خلونا نحط 1440 نفس مثل لازم تغير الفوق والتي تحت الخاصة بالعرض اكس حطهم على 1440 واحفظ المعلومات وكذا انت خلصت الخطوة الكبيرة وليش نحتاج بطاقة نفيديا لان اللعب ما بتتغير الا اذا طبقت عددات شاشتك مع stretch افروح لسطح المكتب واضغط كليك يمين واختار نفيديا اول ما تفتح القائمة تأكد انك اضغط على change resolution وعلى طول اضغط على customize اللي هي تعديل اضغط على create custom resolution وسوي نفس الشي اللي هي 1440 في 1080 اللي سوناها من قبل واكد ومبروك عليك خلصنا ترى العملية مرة سهلة بس يمكن لان اول مرة تسويها بتتلخبط المهم اكد على كل شي وبطلع لك لسطح الجديد واختاره حين انت جاهز انك تلعب بال stretch الجديد بتلاحظ ان الشاشة مطت ولا شي كده وهذا هو stretch نرجع لموضوعنا لاعبين الكونسول واللاعبين اللي ما عندهم بطاقات نيفيديا لعبين السوني وعن طريق البلايستيشن مستحيل حرفيا انك تسوي stretch او مطت الشاشة لان هالشي ممكن الاكسبوكس اظن نفس الشي واشوف ناس كتير يدوروا مشاهدات يقولك ادخل العدات ووسع الشاشة وصغر من هالكلام طبعا كله على الفاضي وما بيفيدك ابدا بال stretch بس في طريقة نقدر نقول انها ممكن تنفع بس ما بزيد فرايماتك وهي عن طريقة انك تسوي stretch من شاشتك او من التلفزيون النفس اللي تلعب علي البلايستيشن بحط لكم رابط المقطع في الوصف اللاعبين اللي ما يستخدم بطاقة نيفيديا صراحة ما عرف طريقة عشان نسوي فيها stretch لان الكوميتر اللي استخدمه في بطاقة نيفيديا لذا لو لقيت مقطع يعلمكم كيف تسوي stretch بحط لكم رابط في الوصف وفي شي بتلاحظوا اول ما تسوي stretch هو نبناءكم بيض ممكن يكون كذا وممكن الايم لانكم لسا ما تعوتو بحط لكم في الوصف stretch اللي انا استخدمه واختراحة ثاني ممكن تجربوها وهذا هذا مقطع لليوم لانتقول لك على المقطع وللشارك لو ما شاركته ولي حاب يدعم ان يقدر يحط كود المتجر السيو عنده اشوفكم في المقاطع الجاية ومع السلام اشتركوا في القناة 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 شكرا